اشتركوا في القناة تؤمن مملكة البحرين باهمية دعم حقوق الانسان وسيادة القانون من هذا المنطلق تلتزم المملكة بحماية حقوق الانسان من خلال ترسيخ سيادة القانون ونزاهة القضاء حيث تعتبر المملكة اول دولة عربية تصادق على المعاهدات الدولية لحقوق الانسان مما يعكس التزامها بكرامة وحقوق مواطنيها والمقيمين فيها ضمن اطورها الدستورية والقانونية وتأكيدا على موقفها الراسخ في هذا الملف تأتي الخطة الوطنية لحقوق الانسان والتي اطلقها مجلس الوزراء الموقر بهدف تحقيق الاهداف الشاملة والجماعية المنشودة لا سيما في مجالات التشريع والتطوير المؤسسي وبناء القدرات كما اهتمت المملكة بتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع الميادين من خلال المجلس الاعلى للمرأة الذي ساهم في تمكين المرأة وضمان حقوقها ولضمان حقوق الاطفال اطلقت المملكة العديد من القوانين المنظمة لحقوق الطفل والتي كفلها دستور المملكة كما ويأتي تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تأكيدا على التزام المملكة بتطوير وتعزيز وحماية حقوق الانسان للمواطنين والمقيمين الى جانب العمل الدؤوب للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص هذا وسهمت وزارة الداخلية بالعديد من المبادرة النوعية التي اتت ضمن منظومة متكاملة وقوية ابرزها قانون العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة وغيرها الكثير بهدف صون حقوق النزلاء واعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع